فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وقاه وغفر ذنوبه ومن توكل على الله فهو حسبه أحمد الله سبحانه وتعالى بجميع محامده وأشكره عز وجل على جميع آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط الله المستقيم فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله تعالى حق الجهاد وعبد الله عز وجل حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وعنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله علينا بالتقوى وليعلم كل منا أن الله سبحانه وتعالى مع المتقين ويحب المتقين وأن التقوى هي الغاية المقصودة من سيام شهر رمضان كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فليس لله حاجة في أن يجوّع عباده أو يُعتِّشهم وإنما حاجة الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يتقي العباد ربهم عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى لا يناله جوع لإباد ولا أتشهم وإنما يناله التقوى منهم كما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن القربات من الزباعح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فاللهم ربنا تقبل منا صيامنا واجعل صيامنا سبيلا إلى أن نتقيق والله سبحانه وتعالى عدّى لفظ التقوى في كتابه إلى كل ما يوقع الإنسان في الهلاك أو في عذاب الله وغضبه فالله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ويقول سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كما أن الله سبحانه وتعالى عدّى فعل التعوى إلى ذاته المقدسة في كتاب الله تعالى وكما في أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصارت التقوى كلمة جامعة لامتثال أوامر الله بقدر الطاقة واجتنا بنواه الله عز وجل فإن التقوى أن تعمل بكتاب الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى إقاب الله والتقوى كذلك الإيمان بالله والخوف منه والعمل بكتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى عباد الله كل ذلك من معاني التقوى والذي يتق الله سبحانه وتعالى هو القريب إلى الله وهو أكرم الناس عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أن اللهم اصرف عنا سيئة الأخلاق والأقوال والأعمال لا يصرف عنا سيئة إلا أن أنت ربنا ورب كل شيء وأنت مولانا فنعم المولا ونعم النصير إن أمر مولاью في ذلك في أطفال المصابق، ليس لدينا عشرة، أنت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية